شايفين الرغوة حبيبي? النهاردة انامل مع بعض برسير جيل الموعي. طبعا فيه ناس طلبت مني عايزة طريقة سهلة وبسيطة واحنا مش بنقدر اللي احنا نتحصل على الحاجات اللي انا بستخدمها زي السلفونيك والتكسابون والحاجات ديت. فطلبوا مني طريقة سهلة فانا بقدم لهم الطريقة ديت النهاردة ولكم انتو كمان. ولكل الناس لان الطريقة ديت جميلة جدا وكل الناس هتحبها من البساطة يعني من بساطة المكونات اللي هنا. يعني اي حد يقدر ايه يعملها بكل سهولة. ده كده شكله شكله كده حبيبي. حبيبي انا اورركم شكله قبل ما ابدأ الفيديو. واورركم الرغوة. شايفين شكله جميل ازاي? ياريت كده بقى تدعموني كده هوت باللايك باللايك والشير عشان الفيديو دوت يوصل لنا كتير. وتشاركوا الفيديو دوت على الفيس. وفي كل حتة عشان الناس تستفاد بالوصفة ديت. ولو اول مرة تتابعوا القناة ففضلا وليس امران هي لاتل انتو تدعموني بالشاك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل. نشوف مع بعض احنا هنحتاج لايه? هنحتاج لتلاتة رتل مية بردة. وهنحتاج لاربعين جرام من السودة. السودة الكوية. وهنحتاج لريتل مية صخر. وهنحتاج لمية جرام زيت. وعليهم معلقة كبيرة من السياحة دهنة. وهنحتاج لمعلاقة كبيرة من الجريس لي. نعم. فعن اول حاجة هنبدأ ايه? اللي احنا هنحط في قلب الشفشة اللي معايا دهوت. ربع كوباة صغيرة زي ما احنا شايفين من المية. وحب ده اللي انا احط عليها السودة. السودة 40 جرام سودة. اه حب ده بقى ايه اللي انا ادوبهم كده القوي. لا. اه كويس. زي ما قلنا. اه كده انا هندوبها. ولازم ايه? ولازم في حاجة برضو مهمة. لازم تبعيدي نفسك. عشان البخار اللي بيطلع من السودة ده بيبقى غلط اللي انت تتنفسيه. اه فيستحسن انت تبقي لابسة ايه كمامة. اه عنبدأ اللي انا كده انا ضفت المية جرام من الزيت. عليهم معلقة كبيرة متسياحة دهنة. وحور لكم شكلها برضو ايه في الفيديو. لان دي مهمة جدا. هي دي اللي عتدي التماسك للصابو. نعم. وعنشوف القوم بتاعه بعد شوية. كده انا بقلب فيه. وحسيبه بقى كده دلوقتي. حسيبه واعمل بقى شغل البيت اللي ورايا. لحد ايه ما ما يجمد. شايفيه? نعم. اه هنا هو جمد بسرعة ما خدش يعني نص ساعة وبقى معي بنفس الشكل ده كده. اه جمد معي في ثواني يعني. فدلوقتي بقى ايه? بقى ده كده احنا القوم اللي انا عايزاه. لو هو لسه خفيف معاكي تسبيه. يعني احنا عزينا القوم بتاعه يبقى زي ده بالزبط. دي كده معلات الدهنة اللي انا قلت لكم ايه عليها. ديت انا كنت محطاها على 100 جرام زيت ودفتهم بس كده على النار. وحطتهم في الكوباية اللي احنا ايه استخدمنا. حبيت برضو لانا اقول لكم شكلها للناس اللي هي ايه? اه يعني مش عارفة. اه بعد كده هوت حنبدأ بقى ايه اللي انا انا اعمل مع بعض الصبو. نعم. وعنشوف مع بعض انا نعملو ازاي. دلوقتي بقى ايه? انا عندي ازازتين فيهم مياه بردة. اه وازازة تانية اه ومعايا ريت لمية سخنة. فحابدل انا ادوب الصبون درواتي. اه. وهنحتاج لمعالاها كبيرة من الملح ومعالاقتين صغيرين من الملح اللي مؤنى. ومعالاقتين كبار من السكر. طبعا احنا هنشوف مع بعض الطريقة. طبعوا معي الطريقة خطوة بخطوة. عشان ايه? اه تعملوه وينجح معاكم ان شاء الله. طبعا انا بقدم لكم كل وصفاتي للصبون اللي انا بعملها بتوبة نكحة. وفي ناس كتير بتجربها. وابتعجبها ان شاء الله. ده طبعا اه بيتبقى ثقة. اه يعني انا مبسطة منها جدا. اه هنا انا بدوب الصبون اهو بريد بريد المياه صغر. اه. بحط كده وقت لحد ما يدوب معايا ايه خالص. وانحتاج برضو اللون. طبعا اللون ده هو تبجبوها من عند بتاع المنظفات. اه لون بضرة. اه عشان تلونه اللون كده. اه لون البرسيل كده زي ما انتو عايزين يعني. هنا انا هقلب فيه شوية. هتنقلب كده بالخشبة. لحد ما يدوب معايا وعلى القوام بتاعه ايه? هتلاقيه كده اللي هو بقى كريمي كده هو ايه? اه معي. نشوفه القوام دلوقتي مع بعض. كده انا بقلب فيه كويس عشان ايه يدوب به. ده كده شكله قبل 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 يعني قبل ما اقلب فيه كويس شايفين بقى شايفين انا كده اللي بتي فيه زي عشر دقايق. اه طبعا الكوام واضحة هوت. اداني كده كوام كريم. هنا معايا معايا معلقة ملح. اه اضيف على دواتي معلقتين اه صغيرين كمان ملح لامون. اه. هدوبهم في شوية مية بردة معلقة كبيرة ملح ومعلقتين صغيرين ملح لامون. هنحطهم في الشفشة ونضيف عليهم شوية مية كده مية بردة من اللي هي في الإزازة اللي معي. هدوبهم كده مع بعض لحد ما يدوبوا وبعد كده ايه اضيفه معه. اه زي ما احنا شايفيه. انا هنا بحط شوية مية اه بخفف الصابون شوية قبل ما اضيف الملح. هنا بقى عندي في الملح اللي انا دوبته. لسه في زيزة فضلة معي فيها مية. عنستخدمها برضو ايه دلوقتي. اه كده بقى انا هنجيب معلقتين سكر عشان ادوبهم السكر بيبقى حل. دي كده معلقة جريسلين اللي انا ضفتها. جريسلين اه انا جابا اه اللي معي ده هات اللي هو في الصيدلية. ممكن تجيبه برضو اه اللي هو عند متاع المنظفات هتلاقوه اوفر برضو. بس لو ما فيش ممكن تستخدمه الجريسلين التوبي اللي في الصيدلية. اه هنا انا قلبته كده كويس عشان جريسلين يختلط معاه. اه عبدا بقى لانا ادوب معلقتين السكر دول برضو في شوية مية واضيفه. معه. بالنسبة للسكر بيعزز الرغوة وكمان اه كمان اللي هو لما اجل انا استخدم الصبوء. اه مع الاستخدام ما يبدأش الديت تبقى خيش نيانيوم كده فهو الجريسلين عشان يده برضو ايه ترتيب كده للادين كده. كده انا بحط بقى بقية الازازة. يبقى انا كده استخدمت الازازة دي بتاخد رتل ونص مية. الاتنين تلاتة رتل وفي رتل تاني انا استخدمته اللي هو مية السخنة. يبقى انا كده استخدمت في الوصفة ديت اربعة رتل ايه مية. شوفتوا بقى يعني بحاجات بسيطة. وكل ده بمكون واحد بس اللي هو اه السودة. السودة يعني اربعين جرام. مدتني كمية كبيرة. ولو كمان عيه بقى تقيل معاكم ممكن تقدروا لانتوا ايه تخفوه با بحبة مية. شايفين شكله جميل ازاي? ايه. ده كده ايه انا لسه لسه بقى هجيب لوند الوقتي. عشان ايه ابدأ اللي انا الونه. لو عايزين تصيبوه على كده ممكن برضو لانتوا تصيبوه. هنا ده معايا لون اصفر. جايبها من عند بتاع المنظفات. اه حابدأ اللي انا هو معايا شوية مية صغيرين. معلقتين مية كده. مية من حنفية. اه حابدأ اللي انا اخد كده يعني اه حابة كده على بطرف العصية الاس كريم اللي هي الخشب ديت. اهيت. حابدأ لانا ادوبهم في المية. طبعا بتحط اللون واحدة يعني ما تقترش هي سنة كده صغيرة بتغديها اه بتغديها. وبالدوبها في شوية مية فبتدي لك اه بتدي يعني بتدي لون حلو. عشان ما يباشر اللون غمق معاك خادس يعني. وهو لو محتاج ممكن تضيفي تاني. بس انا كده اه طالع معايا مزبوط واللون بتاعه حلو كمان. نعم. هنا انا كده خلصت الصابون كده خلاص. اللي هو البرسيق. خلص معايا. وهو نفس اله نفس الكوام بتاعه. نفس الكوام اللي بتباع برا. اه اللي هو بيبقى محتوط له السلفونيك والتيكسابون والحاجات ديت. بس انا النهاردة والسيليكات والحاجات ديت. طبعا انا عاملان نهاردة من غير الحاجات دي خالص. للناس حبايبي المتابعين اللي طلبوا مني. اه على على اليوتيوب وعلى وعندي على الفيس. كانوا طالبين مني برضو. في ناس طلبت مني. وصفة تكون سهلة. فانا النهاردة بقدم لهم الوصفة ديت. وبقدمها لكل لكل مشاهدين كناة حنان الورائي. واللي لسه انتابعين الاول مرة. بقدمها لهم برضو. واتمنى بس اللي انتو تدعموني كده هو. وتشايروا الفيديو ده مع كل الناس. عشان الوصفة ديت يعني توصل لناس كتير. ودي على طريقتي انا. شايفين الرغوة? اه انا زي جبت شوية مية من الحنفية في الطبق. وخدت حبة من الصابون حطيتهم عليه. اه يعني خففته كمان. شايفين برغم اللي انا مخففاه. وبيديني رغوة رغوة حلوة زي. يعني انت انت اما تاخدي منه شوفي بقى الكمية دي. عتقد معاك ياما. اما تاخدي منه شوية كده وتحطيهم على حبة مية. تخسر الموعي. اه يعني عتقد معاك فترة فترة طويلة يعني. يعني مع بالما يخلص. ويعني هي طريقة سهلة وبسيطة. زي ما شوفنا كده هوت. ما خدتش معايا وقت. هي يعني اه يعني يعني هي بصراحة هو خلص بسرعة. يعني مسافة ساعة زمن كان خالص معايا. ما اخدش وقت. ده كده شكله شكله كده ايه حبيبي. يعني حوري لكم برضو القوام بتاعه. شايفيه? نعم. طبعا هو لسه كمان كان دافي معايا كمان. نعم. لما بتساق بتلاوته. لا. وقبل الاستخدام عشان فيه ناس عتسألني. طب احنا نستخدمه على طول ولا لا. يفضل اللي انت تسيبيه يعني مين كده ولا حاجة قبل الا قبل ما استخدميه. يعني بس. شايفين الرغوة برغم اللي انا سايبها من ساعتها ما هبطتش ازاي. يعني حبيت بس اللي انا اقراركم. زي ما شفنا الوصفة حبيبي سهلة وبسيطة. اه اتمنى اللي انتو تدعموني كدهات حبيبي اه باللايك والشير. و اه ياريت كده تشاركوا الفيديو دهات في كل مكان. علشان يفصل لناس كتير لان في فعلا الناس بتبقى محتاجة اللي هي تتعمل اه صبوء. نعم. ويكون بطريقة سهلة وهما مش عارفين. نعم. فياريت اللي انتو اه تشاركوا في فيديو ده في كل حتة. اه كان معكم حنان الوراكي اموناده وفاتحي. اه اه وياريت كده حبيبي اللي لسه متابعيني لأول مرة. اه تدعموني كدهات فضلا وليس امرا بالاشتراك في القناة وما تنسوش فعاله الجرس على الكل. علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناة والباو. لا. وياريت كده تدعموني كدهات باللايك والشير. كان معكم حنان الوراكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.